السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أحبتي في الله أينما كنتم وطيبتم وطابة ممشاكم وتبواتم من الجنة مقعدة وهذه حلقة جديدة من حلقات تزكية النفس اليوم الحلقة رقم 13 وهذه الحلقات تأتيكم كل يوم جمعة الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والعراق الحلقة السابقة حجيت عن التقوى وعطيت أمثلة كثيرة عن التقوى وأتصور بأنه اللي شاف الحلقة عرف أمور جديدة عن التقوى ما كان يعرفها وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يتيه من يشاء أما اليوم راح أحتي على مسألة أتصور أنه 98% من عدنا يقع فيها ولا بد أنه يضبط هذا الأمر وهي العصبية الغضب من أهم الأمور التي ينبغي أن يلتفت لها المسلم والمسلمة في عملية تهذيب النفس أحبة الأكارم هي العصبية أو الغضب حيث قد يتحل الإنسان المؤمن بكثير من الصفات الحسنة والممدوحة لكن تبقى هذه الصفة صفة العصبية أو صفة الغضب كامنة في باطنه في داخله قبل أن تثيرها الأحداث والمناسبات فعلى الإنسان المؤمن أن يستثير هذه الصفة ويلتفت إلى الموقف الذي ينبغي أن يتخذه فيما لو بتلي بمورد تتحرك فيه المشاعر التي قد تؤدي إلى العصبية ومن المعلوم لحضراتكم أيها الأحبة الأكارم أن الناس في الغضب على درجات إفراط، تفريط، اعتدال فلا خير في الإفراط لأنه يخرج العقل والدين عن سياستهما فلا يبقى للإنسان مع ذلك نظر ولا فكر ولا اختيار ولا خير في التفريط في إهمال الغضب لأنه يجعل الإنسان ملاحمية ولا غيره لا إفراط ولا تفريط لاحظوا أحبة الأكارم أنه دائما الإسلام جاء في قضية لا إفراط ولا تفريط ومع الاعتدال في كل شيء يعني عندك الإفراط يخرج العقل والدين من سياستهم والتفريط يصير بلا حمية ولا غيره ومن فقد الغضب بالكلية عجز عن رياضة نفسه إذ الرياضة إنما تتم بالتسلط الغضب على الشهوة فيغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة أما الاعتدال فهو المطلوب بين الطريقين وللغضب العصبية أثر سيء للغاية فمن المعلوم أنه متى قويت نار الغضب والتهبت أعمد صاحبها وأصمتهم ما يسمع بعد كل شيء عن أي موضع موعظة شوفوا لما واحد يغضب رأسهم يقول أهدى مع رب ما أهدى بس شوية أسكت أقعد ما أقعد يا سبحانك ربي صير يسان آخر وأصمته عن كل موعظة لأن الغضب يرتفع إلى الدماغ فيغطي على معادن الفكر وربما تعدى إلى معادن الحس فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه وتسود الدنيا في وجهه ويكون دماغه على مثال كهف أضرمت فيه نار فيسود جوه ويمتلئ بالدخان وكان فيه سراج ضعيف فانطفأ فلا يثبت فيه قدم ولا تسمع فيه كلمة ولا ترى فيه صورة ولا يقدر على إطفاء هذه النار كذلك يفعل بالقلب والدماء وربما زاد الغضب فقتل صاحبه إذن أحبة الأكارم ما هي العصبية؟ وما هي آثارها؟ وما هو موقف الإسلام منها؟ العصبية صفة سيئة تمنع انتبه الله تعالى يرضى عنك انتبه الله تعالى يرضى عنك العصبية صفة سيئة تمنع صاحبها من القرب الإلهي وتحجبه عن رؤية الحق وقد تلقي به في نار جهنم وهي الدفاع عن جهة أو شخص بحيث يرى الباطل حقا وإن كانوا على باطل ويرى من يقف في مقابلهم على باطل وإن كانوا محقين ينعمي عن أنه يرى بعد الحق ممكن أنه هو على باطل ويشوف نفسه على حق ويتعصب ولمقابل يكونونهم على حق ويشوفهم على باطل ويتعصب وهذا قد يعدي إلى أنه أن يختصب أموال أن يظلم ناس أن 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 وقد يعدي هذا به إلى أن يلقى في نار جهنم فكر بها شوي الغضب حكمه شوفوا الخلق مجبولين على الغضب والحلم معا فمن غضب وحلم في نفس الغضب فإن ذلك ليس بمذموم ما لم يخرجه غضبه إلى المكروه من القول والفعل على أن مفارقته في الأحوال كلها أحمد وأما الغضب المذموم شرعا فهو ما كان في سبيل الباطل ويهيجه الكبر والاستعلاء والأنفة شوفوا الآن ما الذي يهيج الغضب شوف التزكية وين عنده كبر وعنده استعلاء وعنده أنفة نرجسية وشايف نفسه والغضب قد يكون واجبا وهو الغضب على الكفار والمبالغة فيهم بالجهاد في ساحات الوغى وكذلك الغضب على أهل الباطل وإنكاره عليهم بما يجوز وقد يكون مندوبا إليه وهو الغضب على المخطئ إذا علمت أن في إبداء غضبك عليه ردعا له وباعثا على الحق المسلم المخطئ لما تشوف أنت مثلا اقترف معصية معينة وأنت تعلم بأنه إذا غضبت هذا يأثر عليه وأنه ما يريدك تغضب فممكن أنه يكون هذا رادع له لازم نفهم هذا الموضوع متى نغضب على المخطئ لأنه ممكن أنت تغضب وتأذي نفسك والمخطئ ولا على باله فلازم أنت تنتبه ما الذي ينفع مع هذا المخطئ وما الذي يردع هذا المخطئ على ارتكاب هذه المعصية والعصبية أحبت الأكارم في الرؤية الإسلامية حذر القرآن العظيم من العصبية الغضب أنا سميها العصبية لأنه هو هذا المفهوم العامي العصبي إنسان عصبي إنسان عصبية وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن ترك الغضب والفضاظة من الأخلاق الحميدة وأن كظم الغيظ من البر الذي يؤدي إلى أجور وجنات عرضها السماوات والأرض قال تعالى وسارعوا إلى موفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس شوف وين سماهم هذا والمحسنين والله يحب المحسنين يعني أنت إذا أنفقت في السراء والضراء وكظمت غيظك وأنت قادر على أن تنفده وعفوت عن الناس أنت أصبحت من المحسنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى وقال تعالى أيضا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ في سورة أهل عمران الآية والتي قبلها لحكاية والكاظمين الغيظ أيضا في سورة أهل عمران وقال تعالى في سورة الإسراء وَقُلْ لِعِبَادي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًا مُبِينًا اليوم المجتمع كله غضبان إلا ما رحم ربي طيب أنت وين من هذه الآيات أليس هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى حتى يكون منهاجا للمسلمين إلي وإلك وإلك أنا أسألكم بالله عليكم أليس هذا ما سوف نحاسب عليه لما أنت تروح يقول لك ما كتابك كتابي القرآن وأنت ما سويت كل شيء لا من الآيات ولا طبقت ولا تأدبت ولا تخلقت شنو راح تقول أنا كتابي القرآن المهم أنه هذا القرآن أنه أنت تقرأ لي يا والله أنا أقرأ على طوال القرآن أخلاقك زفت عصبي عندك أنفة كبر عجوب نرجسية ونقرأ القرآن وكثير من أن ترى يقرأ القرآن من الغلاف للغلاف يعني من الفاتحة إلى الناس وأخلاقه بعيدة كل البعد عن ما موجود وما قرأه هو في هذا القرآن العظيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وينكم؟ إن الشيطان ينزغ بينهم معي قل لك أنه الشيطان هو ينزغ إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال تعالى ماذا في سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون هذا له منه؟ يا جماعة عباد الرحمن عباد الرحمن يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أنا عليش أعصب نفسي وأحرق أعصابي وأرفع ضغطي وأذي نفسي وقلبي قبل كل هذا أغضب ربي قال تعالى في سورة فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى في سورة الشورى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون وقال تعالى أيضا في سورة الشورى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين يعني قد تكون أنت من الظالمين يا من تغضب واربع عشرين ساعة محمرة عينك وقال تعالى في سورة الشورى أيضا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال تعالى في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وين الرحمة اليوم أسأل سؤال وأنا ما أريد تكتبوا لي لا بتعليق ولا كل شيء كل واحد الآن الذي يشوف الفيديو هذا خليه يسأل نفسه هذا السؤال أين الرحمة اليوم ما بين المسلمين الذين يتبعون النبي الأمي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال تعالى في سورة قواف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي قول أي قول فهو المرة عصبية وقال تعالى في سورة القلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحنا ماذا أحنا الآن أن نتكلم انتبهوا عن الغضب عن العصبية والرؤية الإسلامية للعصبية والغضب اللي الآن حكيت من الآية الآن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال لرجل لما جاء له أوصني وقال هذا الرجل له أوصني قال لا تغضب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فردد عليه مرارا قال لا تغضب لا تغضب وفي حديث آخر أن ابن عمر رضي الله عنه وعن والده سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يبعدني عن غضب الله عز وجل قال لا تغضب لا إله إلا الله اسمعوا وعوا ماذا يبعدني عن غضب الله عز وجل هذا جبار السماوات والأرض انتبهوا يا جماعة الخير ماذا يبعدني من غضب الله عز وجل قال لا تغضب قال ابن رجب لا تغضب يحتمل أمرين أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرام والسخاء والحلم والحياة والتواضع والاحتمال وكف الأدى والصفح والعفو وكضم الغيظ والطلاق والبشر شوف ما الأمر الأول يحتمل كلام لا تغضب يحتمل أمرين الأول أنه أنت تحسن الخلق من الكرام والسخاء والحلم والحياة والتواضع والاحتمال وكف الأدى والصفح والعفو وكضم الغيظ والطلاق والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه والثاني أن يكون المراد أن لا تعمل بمقتب الغضب إذا حصل ذلك بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به الأمر الأول أن تتخلق بالأخلاق الحسنة شوف كل هذه الحجناء في كلمة لا تغضب شوف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقوله كلمة ولكن هذه الكلمة أساس كل هذه الأمور اللي نتكلم فيها الآن لما قال ابن رجب بها أمرين الأمر الأول أنه فيها دعوة إلى حسن الخلق الأمر الثاني أن يكون المراد أن لا تعمل بمقتب الغضب إذا حصل لك ذلك أنه أنت الموقف اللي أنت تعرضت له من أخ أو أخت أو صديق أو زميل أو شريك أو ما شابه يتطلب منك أن تغضب فأنت تجاهد نفسك على ترك تنفيذ ما سوف يقول إليه هذا الغضب والعمل بما يأمره أو يعني يأمر به الغضب وقال ابن التين جمع صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة يا إلهي هذول الناس شون كانوا يفهمون كلمة بس لا تغضب يقول جمع خير الدنيا والآخرة لأن الغضب يأول إلى التقاطع ومنع الرفق وربما آل الغضب إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين يعني كثير من الناس انقتلت بسبب الغضب كثير من الناس انعمت عينها بسبب الغضب وكثير من الناس سارعدها عاها بسبب الغضب فهذا ماذا انحرم هو من الخيرية التي في الدنيا والآخرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب قال ابن بطال أراد عليه الصلاة والسلام أن الذي يقوى على أن يملك نفسه عند الغضب ويردها عنه هو القوي الشديد والنهاية في الشدة والنهاية في الشدة أنه أنت تعصبت وقدرت أن تتحكم بأعصابك ومشيت وراء غضبك وين كان راح يوصلك وتحكمت بأعصابك أنت هذا هو القوي الشديد والنهاية في الشدة ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وقال والنهاية في الشدة ابن بطال لغلبته هواه الذي سيرديه والذي زينه له الشيطان الموي فدل هذا على ماذا أحبة الأكارم؟ على أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للذي يملك نفسه أنه عند الغضب من القوة والشدة ما ليس للذي يغلب الناس ويسرعهم آه أعرفتم الآن بالسرعة أنه أنت تغلب الناس تسرعهم؟ لا لأنه أنت تملك نفسك عند الغضب أنت القوي الشديد ليس لإصرع الناس هو القوي الشديد يا الله وقال الزرقاني لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيب وقد ثارت عليه شدة من الغضب فقهرها بحلمه وصرعها بثباته وعدم عمله بمقتضى الغضب كان كالصرعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون الجاهلون قالوا سلامة شوفوا الآن ماذا يقول الزرقاني؟ كان كالصرعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه ماذا؟ من هذا؟ أنه هذا مر بحالة غضب شديدة فقهرها بحلمه وصرعها بثباته وعدم عمله بمقتضى الغضب وعن أكرم في قوله تعالى وسيدا وحصورا قال السيد الله قال السيد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه وكان يقال اتقوا الغضب فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل والغضب عدو العقل هذه كلها الآن أن نتكلم بها الله تعالي يرضى عنكم الرؤية الإسلامية للعصبية والغضب واجبته بالآيات وبالأحاديث النبوية وطبعا شلون كلمة لا تغضب بيها أمور عظيمة بس هذه الكلمة ومرت معنا وحكيناه وقالت لحضرتكم ماذا قال أبن رجل طيب ما هي أسباب الغضب أحبة الأكارم؟ من أسباب الغضب شوف الآن ماذا يحدث من اللي كلها يعني فيها بتسكية النفس العجب الافتخار المراء مجادلة لجوج يعني اللجاج المزاح دائما أقول لكم اتركوا المزاح حتى لا يؤدي بعد ذلك إلى أنه تخسرون بعضكم وكثير من الناس عن طريق المزاح أن نمزح أن نمزح أن نمزح وبعد ذلك صار قطيعة بيناتهم واستمرت القطيعة 10 و 15 و 20 سنة بالمزاح الاستهزاء وطلب ما فيه التنافس التحاسد وشهوة الانتقام والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المال أي أسباب الغضب شدة الحرص على فضول المال والجاه وهذه أخلاق رديئة مذمومة شرعا يعني الغضب رأس كل شر الغضب شوف يؤدي إلى كل هذه ينتج عنها الغضب اللي هي أخلاق رديئة مذمومة شرعا أسباب الغضب عن نتكلم أحبة الأكارم فأنت تريد تكون من الناس اللي عنده عجب وافتخار وميراء والتحاسد والتنافس اللي هو على الدنيا مو التنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أنا عاد أحتي لك إياها يا من تغضب هذه كلها ترى موجودة فيك وشوف أنت وين تريد تفكر فكر الآن وشهوة الانتقام والغدر تريد تكون غدار وشدة الحرص على فضول المال والجاه وهذه كلها أخلاق رديئة مذمومة شرعا فكر بها شوي ومن أشد البواعث على الغضب العصبية عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب شجاعة رجولة عزة نفس كبير الهمة وتلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة وجهلا حتى تميل النفس إليه وتستحسنه لما يشوفوا فشوفوا هذا الناس يعني ممكن أنه الناس تضحك عليه أو أنه عندهم جهل في هذا الأمر ولقبوا بألقاب محمودة ويستحسن هذا الموضوع وهو بعد يزيد في غضبه وكيف على هذا الغضب العصبية وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة الغضب عن الأكابر في معرض المدح بالشجاعة والنفوس مائلة إلى التشبه بالأكابر فيهيج الغضب إلى القلب بسببه من جهة أخرى يمكن إجمال أسباب الغضب في الآتي الاعتقاد بأنه تمت معاملتنا بشكل غير عادل الاعتقاد بأنه لم يتم معاملتنا بشكل لائق ومحترم التفكير والاعتقاد الدائم بأن كل ما يحصل يمس شخصنا الاعتقاد بأنه تمت معاملتنا بشكل غير عادل الاعتقاد بأنه لم يتم معاملتنا بشكل لائق ومحترم التفكير والاعتقاد الدائم بأن كل ما يحصل يمس شخصنا التفكير والاعتقاد الدائم بقواعدنا وخرق من حولنا لهذه القواعد عندي فتقواعد معينة مخليها لنفسي آني وأنه فلان خرق هذه القواعد فلازم أتعصب ما مطلوب من المقابل أنه يلتزم بالقواعد اللي أنت اخططتها لنفسك فلا تجبر الناس أنه يلتزمون بقواعدك زين؟ فعليك أن تحترم حرية تفكير الآخرين وشخصيتهم وأسلوبهم ما تريد أن الناس يكونوا على تفكيرك هذه ديكتاتورية طريقة التفكير هذه تقودنا للشعور بالغضب مما يحفز ماذا؟ استجابة الأدرينالين في أجسامنا وهذا رد فعل طبيعي من أجسامنا لمساعدتنا على التعامل مع القتال والهروب القتال ولو أنت في الحالتين إذا هربت أو وقفت قاتلت فأنه عندك الأدرينالين رح يصعد كثير الموجودين الآن يسمعون علوم الحياة والأطباء يعرفون هذا الأمر إما أنه استجابة للقتال أو الهروب حينها نستجيب لتلك المشاعر والأفكار من خلال التصرف أو الشعور بالحاجة إلى التصرف بطرق تهديدية أو عدوانية يرتفع عندك الأدرينالي ماذا يحدث في جسم الإنسان عند الغضب؟ يعني ما هي الأحاسيس الجسدية؟ الأدرينالين المنذر للخطر عندما يكون هناك خطر حقيقي أو عندما نعتقد أن هناك تهديد حقيقي أو خطر فإن آلية البقاء التلقائية في أجسامنا تنطلق بسرعة كبيرة يساعد هذا على تحفيزنا للقتال أو الهروب الحافز المرتبط بالغضب هو الدافع للهجوم سنلاحظ الكثير من الأحاسيس الجيدة والتي قد تشمل سلوكيات غاضمة مثل الهجوم وضعية الجسم العدوانية التحديق وتعبيرات الوجه يمكننا شوي أسوي لكم تعبيرات تاني أو التحرك نحو ما يجعلنا غاضبين الضرب أو الحث على الضرب المجادلة الصراخ طبعا أول شيء يمكن يبدأ الصراخ الهرب بعيدا عدم التكلم العبوس السخرية لاحظوا لهذه السلوكيات كلها التي حصلت عدوها يعني إذا نريد العدها حقيقة كثيرة جدا وعليكم أن تعلموا أن إبليس رأس العصبية إن من يتعصب فليعلم أن إبليس قد نفخ في أوداجه لأن العصبية هي ريح إبليس بغض النظر عن من يتعصب له إذن المتعصب قد يتعصب لعائلته أو منطقته أو عشيرته أو غير ذلك وكله من العصبية التي مصيرها النار وغضب الجبار فإن إبليس قد تعصب لأصله كما ورد في الأثر فافتخر على آدم بخلقه وتعصب عليه لأصله فهو إمام المتعصبين وسلف المستكبرين وهو الذي وضع أساس العصبية إبليس اعترته الحمية وغلبت عليه الشقوة وتعزز بخلقة النار واستوهن خلق الصلصال خلقتني من نار صح أو لا وهنا ماذا يشير إلى تعصب إبليس لخلقته النارية في مقابل خلقة آدم الطيني حيث نظر إليها بعين الاحتقار الله تعالى يرضى عنكم وكما ورد عن السلف الصالح يقول أحدهم ولقد نظرت فما وجدت أحدا من العالمين يتعصب لشيء من الأشياء إلا عن علّة تحتمل تمويها الجهلاء أو حجة تليط بعقول السفهاء فإنكم تتعصبون لأمر ما يعرف له سبب ولا علّة أما إبليس فتعصب على آدم لأصله وطعن عليه في خلقته فقال أنا ناري وأنت طيني وأما الأغنياء من مترفي الأمم فتعصبوا لآثار مواقع النعم فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين فأنت تريد تكون من زلمة إبليس بكيفك تعصب براحتك زين؟ واللي يكون من زلمة إبليس يكون بعيد عن الله سبحانه وتعالى ويكون قريب من النار والأمر عايد إلك أنت تتحكم بي ما يقول والله أنا ما أتحكم من نفسي ماكوشي أنه تتحكم قلت لكم بالبدأ مجبولا الناس في خلقتها على العصبي العصبية عفوا وعلى الحلم العصبية المذمومة التعصب المذموم في الرؤية الإسلامية هو التعصب الذي يخرج المر عن جادة الصواب ويتمسك بعصبية حتى لو كان في ذلك نصرة للباطل وانتهاك للحرام وتجاوزا للشرع وإلا فإن مودة الرجل لأهله وأبناء قومه ليست العصبية فانتبهوا العصبية التي يؤثم عليها صاحبها أن يرى رجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين تبهوا أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم وينقسم الغضب إلى قسمين غضب مذموم عصبية مذمومة وغضب محمود عصبية محمودة الغضب المذموم هو الذي نهي عنه وذم في الأحاديث التي وردت وهو خلق سيء لأنه يخرج العقل والدين من سياستهما فلا يبقى للإنسان مع ذلك نظر ولا فكر ولا اختيار ومن الغضب المذموم الغضب للنفس أو عصبية وحمية ولا يذم الغضب إذا لم يخرج الإنسان إلى المكروه من القول والفعل أما الغضب المحمود وهو أن يكون لله عز وجل عندما تنتهك حرماته والغضب على أعدائه من الكفار والمنافقين والطغاة والمتجبرين قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير أخبر الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه أخذ برأسه ولحيته وجره إليه بعنف وغلظة حتى استعطفه عليه واعتذر إليه ثم ذكر أن حدته وغضبه على أخيه وصنيعه به كانت لله وطلبا لمرضاته ثم قال ألا تراه يقول ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعني أفعصيت أمري فكانت تلك الحد منه والغضب فيه صفة مدح له اتبه لأنها كانت لله وفي الله كما كانت رأفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورحمته في الله ولله ثم كان يغضب صلى الله عليه وآله وسلم حتى يحمر وجهه وتذر عروقه لله وفي الله وبذلك وصف الله تعالى المؤمنين بقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى أيضا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ويمكن أحبة الأكارم تقسيم الناس من حيث التفاوت في سرعة غضبهم ورجوعهم عنه إلى أقسام أربعة الأول بطيء الغضب سريع الفيء أي سريع الرجوع إلى حالة الهدوء واعتدال المزاج وهذا خير الأقسام بطيء الغضب الله ما يتعصب بسرعة سريع الفيء سريع الرجوع إلى حالة الهدوء واعتدال المزاج وهذا خير الأقسام الثاني سريع الغضب سريع الفيء يعني سرعة الغضب خلق مذموم إلا أن سرعة الفيء الرجوع إلى حالة الهدوء فضيلة محمودة فهذه بهذه يعني أولا سريع 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 الغضب سريع الرجوع الثالث بطيء الغضب بطيء الفيء أما بطء الغضب فخلق محمود يدل على الحلم لكن بطء الفيء خلق مذموم يدل على الحقد وعدم التسامح يعني بطيء الفيء بطيء الرجوع إلى الحالة الطبيعية يدل على ماذا أنه إنسان حقود ما متسامح فهذه بهذه بطيء الغضب بطيء الغضب بطيء الغضب يعني هذا خلق محمود الله تعالى يرضى عنكم ويظهر أن هذا القسم معادل للقسم الثاني ما هو القسم الثاني اللي هو سريع الغضب سريع الفيء وعندنا بطيء الغضب بطيء الفيء الأول إيش كان نسيتم بطيء الغضب سريع الفيء نزيل أما الرابع سريع الغضب بطيء الفيء وهذا شر الأقسام لأنه جمع الداءين معان وما جتمع الداءان إلا ليقتله فسرعة الغضب خلق مذموم وبطء الفيء الرجوع إلى الحالة الطبيعية خلق مذموم فهو جمع الخلقين المذموم سريع الغضب خلق مذموم بطيء الفيء خلق مذموم ويا بؤسة من تلجئه الضرورة إلى معاشرة هذا القسم من الناس قال الراغب الغضب في الإنسان بمنزلة نار تشعل والناس يختلفون فيه فبعضهم كالحلفاء سريع الوقود وسريع الخمود الحلفاء اللي بالعراق يعرفون شنو معنات الحلفاء الحلفاء هاي اللي يخليها بالمبردة تعرفون أنا ما عرفش يسموها بالبلدان هكو هذه المبردة بالصيف سميها احنا مبردة اللي يصبون الماء وأنها أبواب هاي شكله ما طوره وتفتره وتعطي هوا هذه الحلفاء هذه سريعة الوقود وسريعة الخمود وبعضهم كالغضى بطيء الوقود بطيء الخمود وبعضهم سريع الوقود بطيء الخمود وبعضهم على عكس ذلك مثل ما مر معنا بالتفصيلات الأربعة وهو أحمدهم يعني بعضهم على عكس ذلك وهو أحمدهم ما لم يكن مفضيا به إلى زوال حميته وفقدان غيرته واختلافهم تارة يكون بحسب الأمزجة فمن كان طبعه حارا يابسا يكثر غضبه ومن كان بخلافه يقل وتارة يكون بحسب اختلاف العادة فمن الناس من تعود السكون والهدوء وهو المعبر عنه بالذلول الهين اللين ومنهم من تعود الطيش والانزعاج فيحتذوا بأدنى ما يطرقه أجلكم الله ككلب يسمع صوتا فينبحوا قبل أن يعرف ما هو يعني شوف سبحان الله التشبيه شوية سيئ هذا سريع الغضب ينبح قبل أن تعرف أنت دقيقة افتهم انت رأس انت عصبت بس دقيقة ويمكن تقسيم الغضب أحبة الأكارم من جهة أخرى إلى غضب ديني وهو ما كان بعثه أمرا يتعلق بالدين وغضب دنيوي وهو ما كان بعثه أمرا يتعلق بالدنيا طيب هل هناك فرق بين الغضب والصخط الغضب يكون من الصغير على الكبير ومن الكبير على الصغير أما الصخط لا يكون إلا من الكبير على الصغير يقال صخط الأمير على الحاجب ولا يقال صخط الحاجب على الأمير ويستعمل الغضب فيهما والصخط إذا عديته بنفسه فهو خلاف الرضا يقال رضيه وصخطه وإذا عديته بعلا فهو بمعنى الغضب تقول سخط الله عليه إذا أراد عقابه شوف فينش صار معناها خلاف الرضا وإذا عديته بعلا صار بمعنى الغضب من نفسه رضيه وصخطه صار خلاف الرضا بينما إذا عديته بعلا صخط الله عليه إذا أراد عقابه أي غضب الله عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله طيب الفرق بين الغضب والغيظ قيل الغيظ هو فوق الغضب وقد فصل قوم من أهل اللغة بين الغيظ والغضب فقالوا الغيظ أشد من الغضب وقال قوم الغيظ سورة الغضب وأوله وقيل الغيظ أشد من الغضب فعلى ذلك فهو أخص من الغضب فكل غيظ غضب وليس كل غضب غيظا وقيل الفرق بين الغيظ والغضب أن الغضب يتبعه إرادة الانتقام البتة ولا كذلك الغيظ وأيضا قيل في الفرق بينهما أن الإنسان يجوز أن يغضب من نفسه ولا يجوز أن يغضب عليها وذلك أن الغضب إرادة الضرر للمغضوب عليه ولا يجوز أن يريد الإنسان الضرر لنفسه والغيظ يقرب من باب الغم فإذن الغيظ ماذا أحبتي هو فوق الغضب أما الفرق بين الغضب والاجتياط الاجتياط خفة تلحق الإنسان عند الغضب وهو في الغضب كالطرب في الفرح وقد يستعمل الطرب في الخفة التي تعتري من الحزن والاجتياط لا يستعمل إلا في الغضب ويجوز أن يقول الاجتياط سرعة الغضب الاجتياط خفة تلحق الإنسان عند الغضب قال لك شاط صح له لا بعد إيش بعد ما غضب الفرق بين الغضب والحزن سبب الغضب هجوم ما تكرهه النفس ممن دونها وسبب الحزن هجوم ما تكرهه النفس ممن فوقها والغضب يتحرك من داخل الجسد إلى خارجه والحزن يتحرك من خارج الجسد إلى داخله فلذلك قتل الحزن ولم يقتل الغضب لبروز الغضب وكمون الحزن وصار الحادث عن الغضب السطوة والانتقام لبروزه والحادث عن الحزن المرض والأسقام لكمونه ولذلك أفضل حزن إلى الموت ولم يفضي إليه الغضب فهذا فرق ما بين الحزن والغضب فالمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز إذا يجب أن نلتفت إلى هذا المرض الخطير والداء الكبير فإذا أردنا أن نسعى لمقام القرب وأن نزكي أنفسنا فلا بد من استئصاله حتى لا نقع في شرك إبليس ونكون من جنوده وأعوانه الآن عرفتم ليش جبت أنا الفروقات ما بين الغضب والحزن والغضب والغير لاحظتم الله تعالي يرضى عنكم شوف أشي يسوي الحزن الله يرضى عنكم واسمعوا هذه القصة أتى المدينة رجل من البادية وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستنصحه فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب وعندما رجع إلى قبيلته أخبر بأن بعض صبيانها سرقوا مالا من قبيلة أخرى فعوملوا بالمثل فأسفرت النتيجة باستفاف القبيلتين للقتال وإشعال نار الحرب فلما سمع الأعرابي بهذا الخبر اضطرمت نار الغضب في داخله فقام وطلب سرجه والتحق بصف قومه وبينما هو كذلك إذا بشريط الذكريات يتولى في ذهنه فتذكر أنه ذهب إلى المدينة وطلب من النبي أن ينصحه وكانت نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له لا تغضب ساعة إذن ثاب الأعرابي إلى رشده ورجع إليه عقله ففكر في نفسه فيما الإنفعال ما هذا الاستعداد للحرب والقتال وفيما الغضب من غير سبب وإذا بنصيحة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تدعوه إلى نصح زعماء أعدائه فناداهم قائلا يا قوم علام هذا النزاح إن كان لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعلي في مالي أنا أوفكموه فليس هناك من سبب للقتال وسفك الدماء فلما سمع زعماء القوم كلامه تحركت في نفوسهم والغيرة والشهامة وقالوا فما كان فهو لكم ونحن أولى بذلك منكم فتصالح الطرفان ورجع الصفان كل إلى قبيلته أحبتي للغضب آثار سلبية كبيرة عظيمة جدا ما تحسون بها أنتوا بساعد ما تغضبون لكنه بعدين مترتبة عليها منها ما يأتي امتلاء القلب بالحقد والحسد والحزن والقلق والجناية على الخصم بالضرب أو القتل أو التعذيب والإهانة ونشر العداوة والبغضاء والخصام والنزاع بين الناس والوقوع في السب والشتم والغيبة وهتك الستر والاستهزاء بالغير قلوا لي بالله عليكم على بس صفة حميدة ممدوحة محمودة من اللي أنا حكيتها من آثار الغضب في الظاهر انتبهوا الآن تغير اللون وشدة رعدة الأطراف وخروج الأفعال عن الترتيب والانتظام والطراب الحركة والكلام حتى يظهر الزبد على الأشداق وتشتد حمرة الأحداق وتستحيل الخلقة ولو يرى الغضمان في حال غضبه سورة نفسه لسكن غضبه حياء من قبح سورته لاستحال خلقته هذا وين؟ هذا في الظاهر اثنين من آثار الغضب على اللسان أنه ينشأ من الغضب كثير من الأقوال المحرمة والقبائح كالقذف والسب والفحش إلى غير ذلك مما يستحي منه ذو العقول مطلقا وقائله عند فتور غضبه ومما ينشأ عن الغضب أيضا الأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا الأيمان والله كذا وكذا والله لا أفعل وطلاق الزوجة الذي يعقب الندم وربما ارتقى الأمر إلى درجة الكفر والعياذ بالله كما جرى لكثير من الناس كما أن الغضبان لا ينتظم كلامه بل يتخبط نظمه ويضطرب لفظه وقد يصيح صياحا شديدا أو يدعو على نفسه وأحب الناس إليه والله الله هذه بعض المرات في بعض المرات الله لا يخليني إذا أنا أسوي كذا أنا إن شاء الله وهكذا نسأل الله العفو والعافية أو يدعو على نفسه وأحب الناس إليه شوفوا شوفوا أحبتي أنتو كثير من الناس الآن قلت لكم يا أكثر الناس المتابعين عصبيين نسأل الله العفو والعافية من أثار الغضب على الأفعال وينشأ من الغضب كثير من الأفعال المحرمة كالضرب فما فوقه إلى القتل عند التمكن وأنواع الظلم والعدوان فإن عجز عن التشفي رجع غضبه عليه فمزق ثوبه وضرب نفسه ما يقدر على المقابل وضرب نفسه وغيره ممن ليس له ذنب حتى الحيوان والجماد ويقوم بالكسر المواعين للصحون للقلاسات الدنيا الأمة وعدى كالسكران الواله السكران وأصبح كالمجنون الحيران هذا إيش أثار الغضب على الأفعال وربما سقط وعجز عن الحركة واعتراه مثل الغشية لشدة استيلاء الغضب عليه وقال ابن مسكويه فإن صاحب هذا الخلق يعني خلق الغضب الذي ذممناه تصدر عنه أفعال رديئة كثيرة يجور فيها على نفسه ثم على إخوانه ثم على الأقرب فالأقرب من معامله حتى ينتهي إلى عبيده وإلى حرمه فيكون عليهم سوط عذاب ولا يقيلهم عثراه ولا يرحم لهم عبره وإن كانوا براء من الذنوب غير مجترمين ولا مكتسبين ولا مكتسبين سوء بل يتجرم عليهم ويهيج من أدنى سبب يجد به طريقا إليهم حتى يبسط لسانه ويده وهم لا يمتنعون منه ولا يتجاسرون على رده عن أنفسهم بل يذعنون له ويقرون بذنوب لم يقترفوها ليش؟ استكفافا لشره وتسكينا لغضبه وهو مع ذلك مستمر على طريقته لا يكف يدا ولا لسانا وربما تجاوز في هذه المعاملة الناس إلى البهائم التي لا تعقل وإلى الأواني التي لا تحس فإن صاحب هذا الخلق الرديء ربما عض القفل إذا تعسر عليه وكسر الآنية التي لا يجد فيها طاعة لأمره وهذا النوع من رداءة الخلق مشهور في كثير من الجهال يستعملونه في الثوب والزجاج والحديد وسائر الآلات أول ما أشير أسن شخصهم من آثار الغضب على الباطن وأما الباطن فقبحه أشد من الظاهر فإن الظاهر عنوان الباطن وإنما قبحت صورة الباطن أولا ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانيا وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه فالغضب يولد الحقد في القلب على المغضوب عليه وحسده وإضمار السوء له على اختلاف أنواعه وإظهار الشماتة بمساءته والحزن بسروره والعزم على إفشاء سره وهدك ستره أو وهدك ستره والاستهزاء به وغير ذلك من القبائح هذا من آثار الغضب على الباطن باطنك ومن آثار الغضب أنه يطغى على العقل فيضعفه أو يزيله قال ابن حبان سرعة الغضب أنكى في العاقل من النار في يبس العوسج لأن من غضب زايله عقله فقال ما سولت له نفسه وعمل ما شانه وأرداه وعمل ما شانه وأرداه كل ما يعمل الغضب شانه وأرداه نقطة انتهى الغضب يعمي صاحبه ويصمه عن كل موعظة بل لا تزيده الموعظة إلا اشتعاله أنت تقول له يا أخي أهدى أهدى وهو يشتعل بعد أكثر يا أخي تقول له أخي اذكر الله وهو يشتعل أكثر يا أخي قل له تعود من الشيطان يشتعل أكثر يا أخي روح توضى يشتعل أكثر ليش؟ لانطفاء نور عقله ومحوه حالا بدخان الغضب الصاعد إلى الدماغ الذي هو معدن الفكر وربما يتعدى إلى معادن الحس فيظلم بصره حتى لا يرى شيئا إلا سوادة بل رمما زاد اشتعال ناره حتى تفنى رطوبة القلب التي بها حياته فيموت صاحبه غيظا قال الراغب واعلم أن نار الغضب متى كانت عنيفة تأججت واضطرمت واحتد منه غليان الدم في القلب وملأت الشرايين والدماغ دخانا مظلما مضطرما يسود منه مجال العقل ويضعف به فعله فكما أن الكهف الضيق إذا ملئ حريقا اختنق فيه الدخان واللهب وعلى منه الأجيج فيصعب علاجه وإطفاؤه ويصير كل ما يدنو منه مادة مادة تقويه فكذلك النفس إذا اشتعلت غضبا عميت عن الرشد وصمت عن الموعظة فتصير مواعظه مادة لغضبه ولهذا حكي عن إبليس أنه يقول متى أعجزني ابن آدم فلن يعجزني إذا غضب لأنه ينقاد لي لأنه ينقاد لي فيما أبتغيه منه ويعمل بما أريده وأرتضيه يا مسلم يا حباب تريد أن تنقاد هذا إبليس فرحان والغضب يمنع كثيرا من منافع الدنيا سأقف هنا أحبة الأكارم حتى لا يطول الفيديو وينسوي إن شاء الله تعالى جزء ثاني وهذا موضوع مهم جدا والله تعالى يبارك فيكم ويعطيكم حتى يرضيكم وإن وقفنا أحفظوه وقفنا عند الغضب يمنع كثيرا من منافع الدنيا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها والله يحفظكم وأهليكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته